قاعة الشهيد الخليل سيد محمد بولاية الداخلة بتندوف كانت على معين الجمعة مع افتتاح فعاليات المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية للتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وذلك بحضور عدد من الوفود العربية والدولية وينظم مؤتمر الجبهة لسنة تحت مسمى المجاهد الراحل محمد خداد الحبيب الذي يعتبره الصحراويون أهم الرجال الدبلوماسية الذين خدموا القضية الصحراوية في الداخل والخارج وقد بدأت الفعاليات بعرض للجنة التحضيرية المؤتمر شمل مجمل نقاط جدول العمال التي بدأت بالتصويت على لجنة رئاسة المؤتمر وعرض لنظام الداخلي ولولاية الداخلة حمم محمد الكولي وخلال كلمة له باسم ساكنة الولاية بيّن أن هذا المؤتمر سيكون له طابعه الخاص حيث سيشكل بداية الاستقلال والعودة للوطني وفق تعبيره ولاية الداخلة كان لها الشرف أنها تحتضن المؤتمر السادس عشر هذا المؤتمر الذي لا بد أن يكون متميزاً كما كان متميزاً من يحمل اسمه إذن هي أمانة أمانة الشهداء بدوره شقيق الراحل محمد خداد فقد أكد أن تظيم المؤتمر تحت مسمى محمد خداد هو استشعار لأهمية دور من يصفهم بأبطال المقاومة وشيراً إلى ضرورة الاقتداء بأفعالهم سبيلاً لشحذ همم أجال الحاضر نحتاج دائماً للأقوف ولو للحظات لنتذكر هؤلاء الرجال العظام ونستلهم المثل من حياتهم القصيرة المليئة بالعبر ونحذو حذوهم ونقتدي بأفعالهم ونشحذ الهمم رجال ما قرتهم الدنيا بزينتها ولم يكن همهم تحقيق ذواتهم ولا مكاسب ولا مناصب ولا مقانم دنيوية كان شكلهم الشاكل عدالة قضية شعبهم فعاليات الافتتاح عرفت كذلك تكلم ابنتي الفقيد محمد خداد حسين وإمان وذلك عرفاناً بالجميل لما قدمه الرجل من تضحيات في سبيل القضية على حد تعبير رئيس اللجنة التحضيرية وسيشهد المؤتمر الذي يستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري انتخاب أمين عام جديد للجبهة من طرف المؤتمرين اشتركوا في القناة